بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا في كل يوم جديد خبر جديد نستعرض أبرز عنوينه ونذكر تفاصيله في برامج حديث الصحفة من النهار الإخباري الأولى في الجزائر بجولة لأبرز ما تحدثت عليه الصحفة الوطنية وكذلك الدولية وأخبار المواقع البداية بالصحفة الوطنية وبأبرز العنوين التي تصدرت جليدة النهار الجديد على الصفحة الأولى تقرؤون خمسة خطوط حمراء للمترشحين إلى الرئاسيات وقال علي ذراع رئيس واللجنة الإعلامية والناطق باسم السلطة المستقلة للانتخابات إن السلطة لن تراقب مضامين خطابات المترشحين على أن يجتنب المساسة بالتوابط الوطنية كالوحدة الوطنية الرموز الوطنية والمؤسسات الوطنية التي تتمتع بالرمزية مع الابتعاد عن الخطاب العنصري أو الجهوي الجريدة تحدثت أيضا على أن بعض الشركات الأجنبية والوطنية في الجنوب تعتمد شروطا تعجزية أو شروط توظيف تعجزية وأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تجاني هدام حسان تجاني هدام كشف أمس عن وضع مصالحه خارطة طريق لتقييم عملية التشغيل في الجنوب مؤكدا لجوء بعض الشركات الأجنبية والوطنية إلى وضع شروط توظيف تعجزية والتي تكون في غالب الأحيان غير مبررة ومحددة في عروض العمل المدعى من قبل الهيئات المستخدمة لا سيما الخبرة المهنية والتحكم في اللغات الأجنبية وفي مقال آخر قالت الجريدة أن سوى الأحوال الجوية في عديد ولايات الوطن تسببت في هلاك شخص وغلق مدارس ومنشآت عمومية في 11 ولاية كما علق آخرون في الطرقات بسبب تراكم الثلوج والتي حصلت القرى والمداشر وعزلت المواطنين مما تطلب تدخل مصالح الحماية المدنية والأمن لفك العزل وإنقاذ العشرات ممن وقعوا ضحية الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي خلفت فائضانات قوية جرفت المنازل وكذلك أغلقت الطرقات يقول بالماضي لأملك ششف المنتخب ومن يرفض الجزائر رب سهل عليها وذكر المقال بأن الناخب الوطني جمال بالماضي أكد أنه لا نعم أن باب المنتخب الوطن يبقى دائما مفتوحا لجميع اللاعبين بما فيهم مزدوجة الجنسية والذين لم يعبروا لحد الآن عن رغبتهم في تغيير جنسيتهم الرياضية وأنه لا يوجد أي لاعب مدلل ضمن تعداد الخضر وأن من مميزاته أو من مميزاته التعامل مع جميع لاعبيه بطريقة مماثلة قال الجريدة المحور أن وزارة أو إن وزارة السكن والعمران والمدينة منحت أولوية إنجاز كل المشاريع السكنية الجديدة بمختلف السياغ للمقاولات الوطنية وداعية إياها للعمل بنظام الدوام والمقدر ب 16 ساعة في اليوم وبخصوص أجال إنجاز المؤسسات التربوية بالمجمعات السكنية شددت الوزارة على ضرورة إنجاز المدارس الابتدائية في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر ومن سبعة أشهر إلى 12 شهرا بالنسبة للمتوسطات والثنوية جريدة المشوار السياسي قالت بأن محكمة وادي رهيوفي وليتي غاليزان أدانت عون الشرطة المسمى السين عين المتسبب في مقتل شابين إثر حادث مرور والذي اندلعت على إثر احتجاجات في شهر السبتمبر الفارد أدانته بسنة سجن منها ستة أشهر غير نافذة بتهمة القتل والخطأ والنعم والجرحي كذلك الخطأ جريدة الموعد اليوم عنوانت الجزائر تواصل تصدير الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وذكر المقال بأن الشركة الوطنية للمحروقات سوناتراكا والمجمع التاقوي الإيطالي أديسون وقع أمس بالجزائر العاصمة على اتفاق يقضي بتجديد عقد البيع شراء الغاز الطبيعي الجزائري لفائدة إيطاليا لمدة ثماني سنوات وتم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد من قبل نائب الرئيس المكلف بنشاط تسويق الهاش ميمزيغي عن الجانب الجزائري والمدير التنفيذي لمجمع أديسون نيكولا مونتي عن الجانب الإيطالي بحضور الرئيس المدير العام لسوناتراكا رشيد حاشيشي وكذا نائب الرئيس المكلف بالتسهيل والغاز بمجمع أديسون السيد بيرفار جيريو وحسب جريدة الشباب فإن أساتذة التعليم الابتدائي قرر الدخول في إضراب متجدد لثلاثة أيام أسبوعيا ابتداء من الثامن عشر نوفمبر مع الإبقاء على يوم الاثنين كيوم إضراب مؤقت في حال عدم قبول أو قبول الحوار والشروط المسبقة مع اشتراط حضور الوزير شخصيا للحوار حسب ما جاء في بيان لهم جريدة المساء ذكرت بأن التحذيرات جارية لإنجاز ثلاثين مخزنا للحبوب وأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والسيد البحري شريف عماري أعلن أمس من تيبازا أن التحذير لإنطلاق أو عن التحذير لإطلاق الأشغال لإنجاز أربعة عشر مشروع مخزن للحبوب التابعة للدوان المهني للحبوب بطاقة تخزيني تزيد عن أربعة ملايين قنطار على أن يتم في الأشهر القليلة القادمة إطلاق وأشغال إنجاز ستة عشر مخزن عبر عدد من ولايات الوطن في إطار برنامج إنجاز ثلاثين مخزنا جديد تنفيذا لتعليمات الوزير الأول نوردين بدوي للرفع من كمية المنتوج المخزن من الحبوب والحفاظ على نوعيته وكذا جودته في الجرائد الناطقة باللغة الفرنسية لوريزون تحدثت عن تمكن مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الاثنين من كشف وتدمير خمسة مخابه للإرهابيين وكمية من الضخيرة إطرع عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الصفرة ببلادية عين الريش بولاية المسيلة حسب ما أورده أمس الثلاثاء بيانوا لوزارة الدفاع الوطنية وحسب يومية لديباف فإنه ذكرت مديرية التجارة لولاية الجزائر أمس الثلاثاء ذكرت التجارة الناشطين فيها إقليميا باقتراب نهاية أجال استخراج السجل التجاري الإلكتروني المحدد في الواحد والثلاثين ديسمبر 2019 حسب بياني لذاتي المصالح وتوجهت المديرية بنص بيانها إلى التجار غير الحائزين على السجل التجاري الإلكتروني بالتقرب من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري لاستخراج هذا السجل وذلك قبل انتهاء الأجال المحدد قانون وأكد أن بعد الواحد والثلاثين ديسمبر المقبل يصبح كل سجل غير مزود بهذا الرمز السين تألف السجل التجاري الإلكتروني غير الصالح ولا يكون لحامله الحق في ممارسة النشاط التجاري إلى أخبار المواقع والبداية كالعادة بموقع النهر أولاين الذي تحدث اليوم وذكر بأنه سيتم السماح للزماقرة بإدخال أو الزماقرة الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني بصفة نهائية بإدخال سياراتهم وبضائعهم بإجمال يصل إلى 500 مليون سنتيم بدلا من 200 مليون سنتيم وهذا اعتبارا من العام الداخل فيما تم منعهم من إدخال مركبات يقل عمرها عن ثلاث سنوات من أجل إعادة بيعها في السوق الجزائرية موقع والجي بانتكات قال بأن الحكومة تقرر التنظيم أوضاع حامل عقود ما قبل التوظيف اعتبارا من نوفمبر وأن الوزير الأول نوردين بدوي ترأس أمسنا اجتماعا وزاريا مشتركا خصصا لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة والمتعلقة بتسوية وضعية حامل الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل تشغيل حسب بيان لمصالح الوزير الأول وتم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل وتضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات وبدون إقصاء بناء على معايير موضوعية ووفقا لجدول زمن محدد في السنوات حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية لسيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية وكذلك والشباب والرياضة كونها القطاعات التي تحوز على النسبة التي تحدثت عليها الصحف العالمية والبداية بجريدة الشرق الأوسط التي عنونت أردوغان في واشنطن بأجندة مشحونة بقضايا حساسة تعترض العلاقات مع أمريكا وجاء في المقال أنه سيبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة لواشنطن اليوم الأربعاء تستغرق يومين يحمل فيها كثيرا من الملفات التي تطرح نفسها على أجندة مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي مقدمة هذه الملفات الحساسة أي تطورات في سوريا إلى جانب الموقف الأمريكي من اقتناء تركيا منظومة الدفاع الصالوخ الروسي آس أربعمائة قالت القدس العربي أن المقاومة الفلسطينية وحركة الجهاد ردت بقصف المستوطنات أو المدن الصهيونية بعشرات السواريخ والتي وصلت إلى نحو مائتي ساروخ وشمل القصف تل أبيب والخضيرة وعسقلان وسيديروت وسط إسرائيل وجاء ذلك كرد على قتل القوات الصهيونية لقاعدة ميدانية كبيرا في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بغارة استهدفت منزله في قطاع غزة أمس وأعلنت سرايا القدس مسؤوليتها مؤكدة أن عملية إطلاق النار تأتي في إطار التأكيد على حق المقاومة في التصدي لأي عدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتأكيدا على المضي بخيار المقاومة والجهاد حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية وحسب جريدة العربية الجديد فإن الرئيس الفرنسي إيمان والماكرون أعرى نامس للثلاثاء أن النظام السياسي العالمي يعاني أزمة غير مسبوقة داعي إلى تحالفات من نوع جديد وإلى التعاون لتسوية مشكلات العالم وقال ماكرو مفتتحا منتدى باريس الثاني من أجل السلام الذي أنشأه العام الماضي إن الأنظمة السياسية والمالية العالمية التي عملت بشكل جيد بعد الحرب العالمية الثانية هي اليوم في أزمة ورأى أن النظام كان مجديا نعم لمدة سبعين عاما لكنه سمح بظهور تبايعنات جديدة حسب الرئيس الفرنسي مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا فيها برز ما تحادثت عليه الصحافة الوطنية وكذا الدولية لكن أخبارنا متواصلة دون انقطاع من النهار الإخباري الأولى في الجزار إليكم مني أحلى تحية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر